فيلم وثائقي طويل ها خمسة هم يش مش لايحة جولة اكتر من ان انا عدوهم بزرق خمسة خمسة مرشعين يا سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من فيلم جامد وتقليدنا السنوي لتغطية ترشحات الاسكر عن طريق التفاعل معها بدون ما يكون عارفها انا كالعادة الترشحات نزلت تقريبا من قيمة ساعة ومن ساعتها ما شفتهاش انا دخلت عمياني من شوية انا كان بقى لي ساعة اوفلاين تماما برا الانترنت دخلت بس اصحبت الملف لقيته 23 ديئة دايقت بصراحة لاني كنت عايزة اخد الحلقة دي شوت واحد كده بس على ما يبدو حطر ان انا اعمل فيها شوية منتاج وشوية ايداتينج وصراحة الواحد تعب علشان يبني شوية حماس للاستعدادات دي مش زي كل سنة الاوسكر واظنة ده واضح جدا الاوسكر نفسه لا فيه هوست ولا فيه افلام ولا فيه نجوم ولا فيه اي حاجة خالص حاجة يعني مش عاوزي ان نستخدم الفاظ العالم السينمائي مش مكانها الحقيقة ولكن يعني انا حتى معرفش درجة التفاعل بتاعتي مع الترشحات هتبقى عاملة ازاي ولكن لو في حاجة سخنتني هسخن معاها انا شخصيا لا عندي امنيات ولا عندي توقعات ولا عندي حاجة لو ترشحت حفرح ولا عندي حاجة لو ما ترشحتش حزعل يعني عمال افكر في حاجة زي كده مفيش ولكن لو حاجة فاجأتني انا شخصيا باني سخنت معاها سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه ده هنعمل كده مع بعضينا ويلا بينا نشوفها كالعادة مش فتحش ولا مرة شوفها معكم دلوقتي الاول مرة فهيعلا بينا هنه عندنا دقيقة وقعد اللي هما لحبا لقبل السترين طب نجري 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 وبردو قاسف مواضح ان ان اخوانا اللي بيدقدقوا في الشقة اللي فوقينا ولا اللي تحتينا ولا اللي جمبينا دول لسه ما بطلوش ثورة المعمار بتاعتهم دي يلا هيعان طب الست بتاعت بلاكش دي اصلا بتاعت تليفزيون انت اناونس اسكرز بمناسبة ايه يعني الرجل نيانجياني دوت مفهوم كان ليه السنة اللي فاتت الحقيقة فيلم كويس السنة دي ملوش حاجة ما علينا او النبي ممثلة في دور مساند مين يعني ايه اه بتاعت روما اوكي بس مع ان حاجة كويسة هايز شوفو ايه ممثلة في دور المساند او راين ممثلة ان يكون خد مقلب في السابورتنج اكترس يا اوه معزمة بقول لكم الدنيا فاضية لدرجة اني مش عارف مين ايه اللي ما بتاع بتاع سيرشي رونان ومارجو روبي ده كان متوقع ما مصر ان يترشح في حاجة ولا بتاع ايه ممثلة في دور المساندج كاستوم ديزاين ده فيفريت اكيد ده بالدف بوستر سكرغز ده بالدف بوستر سكرغز واو سن hamburger الآن واو بلاك بانتر ايه ده ههه هيسيطر ولا اك Rivera YN يا وله الحلوة اللعب ماشي. طبعا مستحقة يعني. وروما برد. واو. من الوضح ان بلاك بانتر هياخد حاجات كتير تيكنيكل. والسؤال بقى هل كمان هيسرح على الارتستيك على الجواز الفنية مش بس الجواز التقنية حاجات اللي ادعوه بالسيناريو. ادعوه بالاخراج. ادعوه بالتمثيل. مثلا يعني. هنشوف. دول المرشحين بتوع الافلام الرسول المتحركة القصيرة. الافلام قصيرة. الافلام القصيرة نظر مش ان فيها حاجة يعني تعرضنا لها بشكل او باخر او حاجة ليها دعوه بالوطن العربي او حاجة زي كده. موسيقى تسورية. بوهيميون رابسيدي. بوهيميون رابسيدي استاريس بورن. اه 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 فرست مان معرفش ليه. هي حاجة يعني. اشوف. بلاك reste ووه. بلاك لانزمن حلو. الموسيقى بتع deepestه حقيقي باك. اوكي فئة صمراء بشدة بلاك بانتر وبلاك كلانزمن وإف بيل ستريت كود تاك انا توقعتي ببوهيميان رابسدي ماخدش موسيقى تصورية انا بصراح كنت برزعها كده وخلاص يعني انا لو رحت للافلام الموسيقية برضو نوع من انواعي السزاجة مني صراحة معلن المونتاج دي الحاجات اللي مترشحة مفاجآت احباطات معتقدش يعني من دول اللي لسه ما شفتهمش ده فيفريت وفايس ان شاء الله بإذن الله ينزلوا سينما في مصر على الفين اتنين وعشرين ولا حاجة نلحق نشوفهم قبل كاس العالم اللي جاي سام روكوال عن فايس وواحد من تيالي لو حنرتبها صاحب اما هرشل علي من جرينبوك مش عارف بقى مين تاني كانو بيقولوا سام اليوت عن استاريز بورن مش 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 تريها قوي بصراحة سلام عليً شوفوا حتى وانا سايد ايدي باجيب صحة حلو ادم جرايفر متوقعه مش مش تريها برضو مين برضو؟ انا معرفش ايه ده اصلا سام روكويل ودايس شفته وانا سايب ايه دي جبتك مين صح جب ثلاثة صحقا ثلاثة اللي قلتهم طلعوا صح ادان درايفر فرحم له جدا لاني بحبه جدا ريتشارد اي جرانت انا معرفش ده مين وكان يو ايفر فورجيف مي انا معرفش ده فيلم ايه فيلم اجنبي عندنا كافر نحوم بتاع ندين لبكي بس خلاص مهمناش حاجة تانية روما بقى هيترشح فيلم اجنبي كولد وور انا معرفش ده مينة روما اكيد ما لازم يترشح طبعا في المجنبي ايه جابان ايه جابان انا دور ده بتقول يابان ويجابان في نفس الوقت فاطلع الحاجة الجابانة اللي انتو شفتوها دي مبروك لبنان مبروك الوطن العربي لانا ممثل كالعادة مؤخرا يعني فيلم وطائقي قصير برضو ممكن يكون في حلق عربي الف مبروك للسادة المرشحين لا فده فيلم وطائقي قصير تجميعة كده بتاعت الدكور مع الارت دايركشن مع المعرفش مينة بلاك بامتر دي كان دي يا ريز دي ربعة ولا خمسة ده فيبرت ليه وجود ولا روما ليه التواجد تهلغ اكتر حاجة مترشحة في دلوقتي روما زي ما قلنا كده بلاك بانتر تواجده كثيف جدا روما تواجده كثيف جدا فرست مان تواجده اقوى مما كنت اتصور انا شخصيا مش عارف لما نخش في الجوائز الارتستيك بقى الفنية اللي بجد حيبقى توجده وعمل ازاي دينا بنشوف تصوير روما اكيد ايه ده اه ده بلده بلده بولاندي اوكا مين خفت لي قوله بلاك بانتر سينماتوجرفي ستاريز بورن؟ فجأة شوية برضك، يعني لو كنت تبلعب لعبة التوقعات ما كنتش هتوقعها بصراحة بلاكبانتر بلاكبانتر، أكيد، يعني التساؤل هو هل في حاجة من دي سي هتخش في هدير فيها أو لا؟ مبروك أنا بلاك بانتر ما دخلش فيجول افكتز ما دخلش مؤترات بصرية افنجرز انفينيتي وورل دخل في المؤترات البصرية مفاجأة ريدي بلاير وان تساؤلات كتير لان بس حصلت قبل كده انا بعمل ريدي بلاير وان معاملة الفيلم الرسوم المتحركة الفيلم الافلام الانيميشن بس حصلت قبل كده كوبو انتو سترينجز برضو دخل في المؤترات البصرية وهو كان فيلم رسوم متحرك عادة الميك اوب والشعر بيطلعوا ثلاث ترشيحات بس والثلاثة هما بوردر انا معرفش ايه بوردر ده ماري كوين وف سكوتس وفايس بازين نشوف الحاجات دي لغاية بلوية الحاجات اللي سقطت مني اللي لازم اشوفها هي ده فيفوريت ماري كوين وف سكوتس وفايس بس تقريبا والحاجات الاجنبي فيلم رسوم متحركة اينكريدبل ستو اوكي ريدي بلاير وان ولا لا اه ده سوء المهم ميراي حاجة يباني يباني اوكي اوهو يبقى ريدي بلاير وان لا تعملش معاملة رسوم متحركة على ما اعتقد انا بصراحة ما تبعتش القوائم القصيرة اللي قبل الترشيحات على طول الرجل ويس اندرسن ده يا جماعة الوحيد اللي بيحتفظ بفرصه في الترشيح للأوسكار في اي معادي ينزل فيلمه فيه تحس ان هو من الناس اللي قليلة جدا اللي لا يتم تجاهلهم وده شيء كويس طبعا اغنية اسمها ايه شالو بتاعت أستارزبورن شالو ولا هالو حاجة كده ايه حالوة فكرة الترشيح ده برد في باستر سكروجز دي غالبا اغنية اللي غناها باستر سكروجز في الفيلم القصير الاولاني لما حصله الحاجة اللي مش عايز اقولها عشان محرقش اللي لسه مشافش الفيلم دي فدي مفاجأة وده وحلوة بصراحة كون ان اغنية واحدة تترشح من أستارزبورن غريبة كنت متوقع اكتر من كده كون ان في اغنية في بلاك بانتر اكتر اصلا دي بالنسبة لي يعني مفاجأة في هنا علامة استفهام بلاك بانتر لانه متخد من كوميك بوك هل في حاجة اصلا جاي من كوميك بوك هتبقى موجودة معنا السنة دي ان وعيد المجد بتعلو جن ده بالدو باستر ستروجز انا تم اشتغالي بصراحة وبصراحة ترشيح عجيب يعني انا ما ظنش ان السيناريو بتاع بلاك كلانزمن يستحق انه واضح لا انا ما ظنش اني حاضر اسامحك ابن استارزبورن طيب بلاك كلانزمن بالنسبة لي انا مفاجأة بس ما عرفش ادخل مين مكانه فمش هعتبرها سقطة او حاجة سيئة او كلام زي ده استارزبورن انا كنت متوقعه شايف ان السيناريو بتاعهم بدول في مجهود كيبير واعتقد ان انا حاولت ان انا بديله التكريم الكافي في المراجعة في حتة السيناريو بالتحديد بيل ستريت كوتساك ده برضو من الافلام اللي عايز اتفرج عليها جدا ده انا بتعرف عليه النهاردة مع حضراتكم دخلنا في الفئات التقيلة نص اصلي ماشي اول تواجد لفرست ريفورن برضو من الافلام اللي عايز اتفرج عليها بتاع ايتان هوك اسمها تعانو حاجات كتير عظيمة غرينبوك غرينبوك روما وفيس حلوة دي الحلوة الفئة ايه فئة محترمة بصراحة يعني انا ابصلها كده وانبسط بكل اللي موجود فيها ممثل في دور رئيسي جديني يا سنتاريسي أنا سقطت من غير توقعات عندنا فيجو مورتنسون بكل تأكيد وبس يلا نكمل برادلي كوبر نايس رامي مالك رامي مالك وحنرجع تاني للخناء بتاعت مصري ولا أمريكان يلا يلا معلين أنا فرحت له طبعا بكل تأكيد وزي ما قلت هو المنافسة اللي حتحدد مدى فرصه في أن هو يترشح أتمنى أن آخر اسم يكون فيجو مورتنسون وإلا بمنتهى البساطة حقول أن فيجو مورتنسون كان أحق من رامي مالك يعني بشكل مباشر بس خلاص أنا كده مردي مش فارق معي لو كنت شفت فرست ريفورمد وكان عجبني إيثن هوك كان ممكن أتضايق من الحاجات دات لأن سامع أن هو عمل أفضل أداء في تاريخه يعني حاجة زي كده رامي مالك أنا قلت من الأول فرصه في الترشيح متوقفة على المنافسة والمنافسة ما فيش المنافسة فس يعني فبناء عليه ترشيحه منطقي ولكن فوزه من دلوقتي بتوقع أن هو صعب جدا ممثلة في دور رئيسي أعتقد اللي بعد كده السنة اللي فاتت الممثلة في دور رئيسي دات كانت أقوى فاقة على الإطلاق السنة دي أنا حتى مش قادر أفكر فغالبا حد من ماري كوينوب سكوتس ده فيفريت اللي هي الممثلة بقى اللي عملة للمالكة معرفش مش فاكر اسمها بصراحة فيولا ديفز مش هتترشح السنة دي علشان عملة ويدوز وما أظنش أنه في حاجة في التمثيل تستاهل يعني في بيل ستريت كوتاكت هالي البنت اللي عملة للدور ممكن يبقى لها تواجد معرفش من تاني رومرا واو واو حلو أسمع أليفيا كولمان لودي جاقة تابعا ازاقسه لا اوه هو ده الفيلم بتاع مليسا مكارتي كان يو ايفر فورجيف مي ده اوكي وتترشح افضل ممثلة يا ربي يا لهوي مليسا مكارتي مليسا مكارتي على مدار السنتين اللي فاتت عملت اكبر قدر من القمامة الممكنة في الافلام العالمية ومن فيلم واحد انا حتى ما اسمعتش كلام عظيم يعني على كان يو ايفر فورجيف مي ده بس واو فجأة حلوة معرفش داخلت مكان مين يعني شايف مين كان ليه احق بصراحة بس فرحت جدا بتاعة روما ايه ياليتسا ابريسيو هنطلع نحفظ اسمها ماشي اخراج مين اخراج مين اخراج السنة دي يا جماعة وانا مش واخد بالي فورست مان ممكن ديمين شازال اتفاجئ جدا لو حصل لا ولا مش هتفاجئ جدا برضو لان الفاقة معرفش في الهس الفونسو كورون طبعا سبايك لي ازاي يعني يا جماعة بلاك لانزمان واخد تقدير اكتر مما استحق جدا يعني الفونسو كورون هتبقى فيه اتنين اجانب ارى على يا جماعة وضعوك وحش شكلك وحش بجد افضل فيلم مين تبقى مفاجئ لو خرج افضل فيلم يا إلهي اللي تشوفوه ده فيبرت اتفقنا خلاص روما طبعا كولدور ممكن روما طبعا هتلاقوا كم واحد أصلا الرصة دي رصة التمانية ليس سوى التاسعة أوه تمانية باس في مفاجآت في صدمات نفيش عايد نصيب كبير جدا لبلاك بانتر رغم عدم تواجده في الجوائز الفنية قوي اللي هي الإخراج والسيناريو والتمثيل تواجد مشرف ومستحق جدا لروما تواجد كبير ومفاجئ بالنسبة لي أنا البوهيمين رابس دي ده فيفرت سيطرة كولدور خروجه برا فئات الفيلم الأجنبي شيء كبير جدا أعتقد أنه هو برضو يستحق الملاحظة يعني مليسا مكارتي المفاجئة الكبرى بالنسبة لي عملا خلوني كده بقى أحط الأيمة قدامي وأطلع شوية ملاحظات لو لقيت حاجة تستحق إنها تتقال لأن يعني عدا تما بعملش كده في التغطية وبعد كده بكتشف التعليقات إن في حاجة واضحة جدا فاتتني فمش عايز ده يحصل المرة دي دقيقة وأرجع لكم أنا دلوقتي قدامي الأيمة وقدامي الإحصائية الرئيسية بتاعت مين المتصدر الترشحات التصدر بعشر ترشحات لـ The Favorite وروما انتصار مرعب لروما وللسينما المكسيكية والألفونسو كورون وللسينما الكلاسيكية بالمفردات العادية بتاعتها بعيدا عن التعقدات بتاعت السينما المعاصرة التجارية بالتحديد يعني انتصار كبير لنتفلكس بكل تأكيد دي هتحط علينا حتى النهلة دي فيها 2 دولار زيادة الاشتراك دي يخدوا بالكم متشوق جدا اني أشوفه بس طبعا ان الكنين الأصحاب الترشحات الأكبر يكونوا من صناع أفلام مش أمريكان فده موضوع كبير كبير جدا يستحق التوقف عنده يعني وراهم أستاريس بورن وفيس وأستاريس بورن فيلم حلو أنا شخصيا أقريت بذلك ولكن وصوله لهذه المكانة بيعكس بشكل كبير مدى فضيان السنة دي مدى قد ايه السنة دي كانت فضي وعلى فكرة برضو لما تلاقوا تكتلات كبيرة في الترشحات بالشكل جيد تعرفوا انها السنة ما كانش فيها تنافس مرعب يعني تمانية أستاريس بورن وفيس فيس مش فتوش فيه مقدرش أحكم ولكن كان فيه ردود أفعال عليه حسس ان تقييماته ما هيش مرتفعة قوي فانه كونه يتصدر بتمانية وموجود في كل الجواز الكبيرة تقريبا فده أعتقد الانتصار اللي هو كان بيدور عليه يعني يحققه بلاك بانتر بسبعة وأول فيلم السوبرهيروس في التاريخ يترشح لأفضل فيلم ظاهرة بكل تأكيد ولكن مش كل أبعاد الظاهرة دي إيجابية بلاك لانزمن بست ترشحات مش شايف انهم في محلهم كتير منهم مش في محلهم على الأقل يعني ولكن أرجع وأقولك يمكن برضو ده انعكاس لقد إيه سنة كانت فضية مش لقين حد يترشح في الرجل ده موجود بوهيمين رابسيدي بخمسة ومعه جريم بوك لا أساوي بوهيمين رابسيدي مع جريم بوك على أي حلم الأحوال أنا مش شايفين ده برضو مستحق كمان مرة انعكاس للفضيان مش هنقعد نهري بقى في الموضوع ده كتير وفي المركز الرابع فورست مان وماري بوپنز زي ما قلت الحاجات المطيرة للاهتمام تحقق نبوء الجميع تقريبا بإن ديمين شزال مش هترشح السنة دي عن فورست مان مفاجأة كبيرة بتواجد مليسسا مكارتي بس تهال يعني فيش حاجة تانية تتقال يعني وأعتقد أن اختيار الفائز من الحاجات دي كلها في فئات كتير مش هيبقى مفاجأة مبسوط جدا بتواجد روما في فئات الفنية بالتحديد وبتحديد التمثيل نوعية تواجد في الممثلة والممثلة المساعدة ده شيء رائع ومستحق جدا في محله تماما في تقديري الشخصي ده اللي في بالي من الترشحات دي اتمعرفش لو كان في حد خد كتف لإني أصلا ما كنتش بشجع حد قوي زي ما قلت لكم بس يهمني جدا أعرف رأيكم في التعليقات مين في رأيكم الكتف الكبير ومين في رأيكم الانتصار العظيم ايه بساطكو ايه أحبطكو ياريت تساهموا في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا تشارووا لايك الحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجي لكم الحلقات أول بأول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وباي باي